إذا ما أخذتكم إلى الرسالة العملية للطوس النهاية في مجرد الفقه والفتوى هذه الطبعة التي بين يدي إنها طبعة انتشارات قدس قموا المقدسة في الصفحة السبعين ماذا أورد الطوس أورد الصغة الأولى في دعاء التوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء ثم يقول وإن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومن هاج علي حنيفاً مسلماً إلى آخر الكلام كان أفضل لماذا قال هذا في الرسالة العملية لأن الشيعة كانوا بأجمعهم يصلون بهذه الطريقة فلا يستطيع الطوس أن يكتب لهم شيئاً غير هذا فهو مضطر أن يفعل هذا هذه طريقة للضحك على ذقون الشيعة مثلما هو حال مراجع النجف وكربلاء هم يعملون بطريقة ويعلمون الشيعة طريقة أخرى إنها الطريقة التي اعتادوا عليها فبما أن هذا الكتاب سيكون متوفراً في بيوت الشيعة وسيعملون به فلابد أن يكون الكلام منسجماً مع الذي تريده الشيعة ولكن شيئاً فشيئاً صار دعاء التوجه بين الشيعة يقرأ قبل الإقامة أو قبل تكبيرة الإحرام ومن دون ذكر محمد وعلي الأصل في قراءة دعاء التوجه يكون بعد تكبيرة الإحرام ويكون مجتملاً على ذكر محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما هذا هو الأصل في دين العترة الطاهرة أنا لا أقول من أن قراءة دعاء التوجه بهذه الصيغة هو واجب من واجبات الصلاة وإنما من سنن الصلاة من المندوبات في الصلاة لكنني أتحدث هنا عن التحريف كيف يحرف الطوسيون وهذا هو الطوسي بنفسه إمامهم إمام الطوسيين مؤسس المذهب الطوسي كيف يحرف الحقائق وكيف يضحك على ذقون الشيعة والأمر هو هو في صيغة التسليم في الصفحة الرابعة والثمانين جاء بصيغة تسليم تشتمل على السلام على الأئمة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام علينا وعلى عباد الله الصالح بينما حينما كان يشرح المقنعة والتي هي في الأصل تتوفر على هذه الصيغة حذف الصيغة وجاءنا بصيغة خلية في دعاء التوجه جاء بصيغة خلية من ذكر محمد وعلي المشكلة ليس في ذكر محمد بالنسبة للطوسيين في ذكر علي مشكلتهم هنا وفي التسليم المشكلة عندهم ليست في التسليم على محمد ولا في التسليم على الأنبياء والرسول ولا في التسليم على الملائكة ولا في التسليم على الجن الأزرق المشكلة عندهم في التسليم على الأئمة والمشكلة التي الطاهرين المطهرين هذه المشكلة هي مشكلة المذهب الطوسي هذه الحساسية جاءنا بها الطوسي ولازالت موجودة حتى عند عوام الشيعة الذين التصقوا بمراجع النجف و كربلة أما عوام الشيعة الذين لم يلتصقوا بهذه الحثالات أتحدث عن المراجع الطوسيين في النجف و كربلة الشيعة الذين لم يلتصقوا بهذه الحثالات ولم يتأثروا بشكل واضح بقذاراتهم وخرائهم الفتواء العقائدي الفكري ليس كأولئك الذين يلتصقون بهم التصاقا شديدا هناك مشكلة في الثقافة الشيعية سببها المراجع المشكلة ليست عند عوام الشيعة وإذا كانت موجودة عند عوام الشيعة فإنهم أخذوها من تلك الحثالات من تلك القذارات الذين يقال لهم نواب صاحب الزمان وهذا مثال واضح بين أيديكم النهاية رسالة عملية لعامة الشيعة هناك رسالة عملية للنخبة الاقتصاد فيما يجب على العباد هذه الطبعة طبعة مركز نور الأنوار الطبعة الأولى ألف أربعمية وثلاثين هجري قمري قم المقدسة فيما يرتبط بدعاء التوجه في الصلاة صفحة 511 أورد هذه الصيغة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية علي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء أورد هذه الصيغة لأن الصيغة هذه كانت معروفة جدا لكن في التسليم اكتفى بصيغة التشهد الشافعية والتي الشعة عليها اليوم الشهادة الأولى والثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد هذه صيغة التشهد الشافعية صيغة التشهد في أحاديث أهل البيت يذكر فيها علي صلوات الله وسلامه عليه وهذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من برامج المنتشرة على الإنترنت فأورد صيغة التشهد الشافعية وتحدث عن التسليم بشكل مجمل فيمكن للمصلي أن يكتفي بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من دون أن يسلم على رسول الله وعلى أهل بيته بإمكانه أن يكتفي بهذا وهذا ما يذهب إليه جملة من الفقهاء من فقهاء من فقهاء سقيفة بن ساعدة ومن فقهاء سقيفة بن طوسي فهنا قرض الأمر ذكر دعاء التوجه بحسب ما هو شائع ومعروف عند الشيعة في تلك الأيام لكنه في التسليم قرض التسليم أما في كتابه المبسوط وهو كتاب في الفقه الاستدلالي عنوانه عنوانه المبسوط في فقه الإمامية وفي الحقيقة هو المبسوط في فقه الشافعية وليس في فقه الإمامية إلا إذا أريد من الإمامية الإمامية الشافعية هذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الرابعة والخمسين بعد المئة وما بعدها وهو يتحدث عن دعاء التوجه في الصلاة لقد جاءنا بصيغة مباشرة من كتب الشوافع المؤسسة التي حققت الكتاب وهي مؤسسة النشر الإسلامي هذه المؤسسة تابعة لجماعة المدرسين في حوزة قم جماعة المدرسين في حوزة قم حينما حققوا كتاب المبسوط وأرادوا أن يجدوا مصدرا لصيغة دعاء التوجه للرواية التي أوردها لم يجدوا هذا في المصادر الشيعية وإنما وجدوا هذا في كتاب السنن الكبرى للبيهقي لأبي بكر البيهقي من أشهر أئمة الشوافع راجع السنن الكبرى للبيهقي الجزء الثاني في الصفحة الثالثة والثلاثة هذا هو السنن الكبرى للبيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة من كبار أئمة الشوافع حتى وصفه البعض بأنه الشافع الثاني الشوافع يقولون وحتى غير الشوافع من أبناء المذاهب السقفية الأخرى من أن أكثر عالم شافعي فضلا على الشافع هو هذا البيهقي أبو بكر البيهقي هذا هو الجزء الثاني من طبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر مثل ما ذكروا في الحاشية في الجزء الثاني في الصفحة الثالثة والثلاثين والبيهقي هنا نقل الكلام عن الشافع يمكنكم أن تعود إلى هذه المصادر لست بصدد قراءة كل شيء البيهقي نقله عن الشافع المصدر الأصل لصيغة دعاء التوجه التي أوردها الطوسي في المبسوط هو هذا كتاب الأم واسمه الأصل المبسوط في فقه الشافعية الطوسي أخذ اسم كتابه من هذا الكتاب هذه التسمية متأخرة الشافعي كان قد أسمى كتابه المبسوط في الفقه وبعد ذلك عرف المبسوط في فقه الشافعية وتبدل هذا الاسم فقيل له الأم فهذا هو الكتاب المركزي في الفقه الشافعي للشافعي المتوفى سنة ميتين وأربعة للهجرة هذه الطبعة طبعة دار الحديث القاهرة مصر إنه الجزء الأول من كتاب الأم صفحة 355 في الباب الخمسين باب افتتاح الصلاة من هنا نقل الطوس ما نقل من صيغة دعاء التوجه في الصلاة نقل عن الشافعي المؤسسة لم تكن دقيقة حينما نقلت عن البيهق لأن البيهق في الحقيقة نقل عن هذا الكتاب هذا هو المصدر الأصل إنه كتاب الأم للشافعي والذي كان اسمه في الأصل المبسوط في الفقه وطوسي أخذ اسم كتابه من هذا الكتاب والأمر هو هو إذا أردنا أن نذهب إلى صيغة التشهد الشافعية فصيغة التشهد الشافعية هنا صفحة 386 إنه الباب 65 باب التشهد والصلاة على النبي في صفحة التاسعة والثمانين بعد الثلاثمائة هكذا يقول الشافعي فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة على النبي أن يتعلم التشهد إنه التشهد بالشهادة الأولى والثانية فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة على النبي ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصلى على النبي وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها وإن تشهد ولم يصلى على النبي أو صلى على النبي ولم يتشهد فعليه الإعادة حتى يجمعهما جميعا يجب عليه في التشهد في الصلاة أن يذكر الشهادة الأولى والثانية والصلاة على محمد وآل محمد هذا هو التشهد الشافعي وهذه الصيغة التي عليها الشيعة اليوم وليس اليوم منذ زمان الطوسي هذه صيغة شافعية وردت في رواياتنا لكنها وردت بلسان التقية الصيغ التي وردت عن الأئمة والتي يريدون منا أن نذكرها في صلواتنا الواجبة هي الصيغ التي اجتملت على ذكر علي والأئمة صلوات الله عليه أما هذه الصيغة التي يصلي الشيعة بها الآن بحسب المراجع الطوسيين في النجف وكربلاء هذه صيغة التشهد الشافعية هذا هو كتاب الشافعي وهذا هو كتاب البيهقي وهذه كتب الطوسي وهذا تحريف الطوسي للمقنعة التي هي الرسالة العملية لأستاذه هذا خائن لأستاذه هذا خائن للأئمة هذا خائن لنفسه هذا خائن للعلم والحقيقة هذا هو واقع الطوسي عرفتم من أين جاءنا التحريف التحريف جاءنا من الطوسي نفسه وليس من أحد آخر نذهب إلى فاصل لاحظوا ماذا يقول الطوسي لازلت أقرأ عليكم من الجزء الأول من كتابه المبسوط في صفحة الحادية والسبعين بعد المئة من لا يحسن التشهد وصلاة على النبي وجب عليه أن يتعلم ذلك إذا كان عليه وقت لا تلاحظون أن الكلام نفسه هو الذي كان يتحدث به الشافعي وأثبته في كتابه وقرأته عليكم قبل قليل قبل الفاصل فهو يثبت هنا صيغة التشهد الشافعية التي عليها الشيعة منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا أما التسليم فقد أثبت هذه الجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هكذا يقول إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة وهذا كلام الشافعي أيضا هذا هو مذهب الشافعي أما النصوص التي أوردها المفيد فقد ألغاها ألغاها من كتابه تهذيب الأحكام ومن كتابه الاستبصار وأورد ذلك في النهاية لماذا؟ لأنه يريد أن يضحك على ذقون الشيعة لأن الشيعة تعتاد على هذا لكن في كتابه الذي هو للفقهاء وللعلماء من الذين على مذهبه فإنه أورد صيغة دعاء التوجه من كتاب الشافعي وفي التشهد جاءنا بصيغة التشهد الشافعي هذه كتب بين أيديكم أنا أقرأ من الكتب بنحو مباشر يمكنكم أن تأخذوا هذه الكتب وتقارنوا فيما بينها هذا المبسوط وهذا كتاب الأم للشافعي هذا المبسوط للطوسي وهذا كتاب الأم للشافعي الحكاية لا تقف عند هذا الحاد موضوع التحريف الطوسي تناول كل جوانب دين العترة الطاهرة هذا الذي أذكره لكم في هذه البرامج مجموعة أمثلة إنها نماذج واضحة يمكنكم أن تتلمسوها من التحريف الطوسي وإلا وإلا فإن كل كتب الطوسي تحرف دين العترة لكنكم قد لا تتلمسون ذلك لأنكم لأنكم لستم على طلاع مفصل في دين العترة الطاهرة ومن هنا فإنني أختار لقطات واضحة عدوا إلى برنامج ما بين واقعين ودقق النظر في الأمثلة الكثيرة التي عرضتها في ذلك البرنامج من كل كتب الطوسي وهي لا تمثل شيئا فإن كتب الطوسي وإن كتب مراجع حوزة النجف وكربلاء عموما من الأموات والأحياء ومن القادمين أيضا فإن كتبهم من أولها إلى آخرها تقوم بدور التحريف المستمري والمتواصلي لدين العترة الطاهرة أعتقد أن الأمثلة صارت كافية بخصوص العنوان الأول عندنا عشرة عناوين نحن بحاجة إلى وقت طويل أنا أحاول الإيجازة والاختصار بقدر ما أستطيع العنوان الأول التحريف الانتقائي وهذا التحريف تحريف جزئي تناول أهم كتب الحديث عندنا فهم لا يستطيعون أن يحرفوها بالكامل لأنها معروفة يذهبون إلى نقاط معينة بطريقة الانتقاء والاختيار المقصود ويعبثون بها ويحرفونها الكتب التي جئت بها أمثلة هي من أشهر الكتب الكافي الفقي الخصال المقنعة وما جاء في كتب الطفسي إنها الكتب التي عرضتها بين أيديكم بإمكانكم أن تعودوا إليها وتراجعوها كي تعرفوا الحقيقة واضحة جلية صريحة العنوان العنوان الثاني من عناوين التحريف التحريف العلمي التأسيسي عملية الاجتهاد عملية الاجتهاد هذا العنوان بكل تفاصيله بكل تفاصيله كل تفاصيل هذا العنوان بنيت على التحريف والتزييف علم الرجال وما هو بعلم علم الكلام وما هو بعلم إذا أردنا أن نتحدث بمستوى حقيقة العلم فما يقال له علم الرجال ما هو بعلم ظنون واحتمالات واستنتاجات فارغة جهالات وسفهات جمعت فقيل لها علم الرجال وعلم الكلام جدل وسفاهة في القول تتعارض بدرجة كاملة مع منطق الحقيقة في قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم ومع حقائق المعرفة في حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليه فلا الذي يقال له علم الرجال بعلم ولا الذي يقال له علم الكلام بعلم ومن بين هذين الاثنين يخرج علينا علم أصول الفقه علم القذارة والسفاهة واللغو واللغو علم أصول الفقه أكثر لغوا وأكثر سفاهة من علم الكلام وعلم الرجال إنه نتاج لهذين العلمين نتاج لعلم الرجال وعلم الكلام ما يقال له علم أصول الفقه هذه العلوم الثلاثة هذه العناوين الثلاثة هي التي تشكل قاعدة رئيسة لما يقال له الاجتهاد نني أتحدث عن الاجتهاد في أجوائنا الشيعية الطوسية لأن الاجتهاد في أجواء سقيفة بني ساعدة قد يتخذ مسارات أخرى لكن الاجتهادين ينبعان من مصدر واحد إنه الشيطان فما يقال له الاجتهاد عند الشيعة وما يقال له الاجتهاد عند السنة هناك منبع واحد لهذين الاجتهادين الشيطان هذا الكلام لست أنا الذي أقوله هذا منطق القرآن علم الرجال علم الكلام علم أصول الفقه منظومة علمية حوزوية طوسية شيطانية بامتياز وهي متفرعة عن منظومة سقيفة بني ساعد فعلم الرجال أسس في أجواء سقيفة بني ساعد وعلم الكلام أسس أيضا في الأجواء نفسها وعلم أصول الفقه كذلك بعد انتهاء الغيبة الأولى ركض ركض علماء الشيعة باتجاه هذه المنظومة السخيفية الشيطانية الضال ونقلوها إلى الأجواء الشيعية حتى صارت ثابتتان وصارت أساسا للمنطق الشيعي الحوزوي الطوسي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي مذهبه اللعين وأسس حوزته اللعينة في النجاف هذه المنظومة الشيطانية سلطت على حديث أهل البيت وهم قد حصروا حديث أهل البيت في أربعة كتب الكتب الأربعة الكافي الفقي التهذيب الاستبصار هذا برنامج شيطاني برنامج شيطاني لإسقاط ما بقي من حديث أهل البيت وهو كثير جدا أكثر من الأحاديث التي هي في الكتب الأربعة معارف أهل البيت ليست في الكتب الأربعة الكتب الأربعة اهتمت بالفتاوى والأحكام ولم تهتم كثيرا بالمعارف والعقائد باستثناء الكافي فكتاب الفقي وكتاب التهذيب وكتاب الاستبصار هذه الكتب اهتمت بأحاديث الفتاوى والأحكام والعبادات والطقوس والمعاملات ولم تهتم هذه الكتب الفقي التهذيب الاستبصار بمعارف أهل البيت كتاب الكافي اكثره ايضا في الفتاوى والأحكام والعبادات والطقوس والمعاملات لكن جانبا ليس قليلا منه اهتم بالمعارف والعقائد احاديث المعارف والعقائد والاسرار احاديث التفسير احاديث القرآن هي في غير هذه الكتب حينما حصروا كتب الحديث في هذه الكتب الاربعة اسقطوا سائر حديث اهل البيت لانهم جعلوا هذا الحصر جعلوه حجة يحتجون بها من ان سائر الكتب الاخرى ليست لها من القيمة العلمية ومن القيمة التوثيقية كما لهذه الكتب للكتب الاربعة بينما الحقيقة ليست كذلك الكتب كلها خرجت من جهة واحدة والكتب كلها بمستوى واحد اذا اذا دخلنا في التفاصيل فهناك الاحاديث التي تعرضت للتحريف وهناك احاديث التقية التي لا نعمل بها وهناك وهناك وهذا موجود في الكتب الاربعة وفي سائر الكتب الحديثية الاخرى ايضا حصروا حديث اهل البيت في هذه الكتب الاربعة وهذا لون من الوان التحريف انه تحريف منهجي مزوق بحسب الظاهر هذا كلام قد يتصور البعض من انه صادر عن تحقيق وعن توثيق للكتب الاربعة انه اسلوب شيطاني لتدمير احاديث اهل البيت التي هي اكثر مما جاء في هذه الكتب الاربعة ومع ذلك فانهم جاءوا الى هذه الكتب الاربعة وسلطوا عليها المنظومة الشيطانية التي تتألف من علم الرجال وعلم الكلام وعلم اصول الفقه ومزقوا الكتب الاربعة حتى حتى هذه الكتب الاربعة فانهم مزقوها شر ممزق عبثوا بها شر عبث هذا هو الذي حدث على ارض الواقع منذ سنة اربعمية وثمانية واربعين للهجرة والى يومنا هذا ويبدو ان الامر سيبقى مستمرا كل هذا تحت هذا العنوان الشيطاني الاجتهاد هذه اكبر عملية للتحريف والتزييف الوسيلة التي تعرض فيها دين العترة للتحريف والتزييف هي هذه وسيلة الاجتهاد نذهب الى فاصل من الاخر القرآن يبطل عملية الاجتهاد وبشكل واضح وصريح الاجتهاد بحسب سقيفة بني ساعدة قد يطلق على القياس وعندهم ضوابط للقياس الاحناف عندهم ضوابطهم الشوافع كذلك وكذا البقية وقد يطلق على الاستحسان وقد يطلق على الرأي في آخر المطاف الاجتهاد يتحرك في دائرة الظنون وليس في دائرة العلم هذا هو الذي يجري على أرض الواقع سؤال يطرح نفسه لماذا دين الله يؤخذ من الظنون فهل أن الله عاجز عن أن يوفر أسباب العلم للذين يريدون دينه لماذا في سقيفة بني ساعد الدين يؤخذ من الظنون والأمر هو هو في سقيفة بني طوس فإن الاجتهاد عند الطوسيين يبنى على الأمارات وعلى الأصول العملية هذا هو الذي يعتمده الذي يقال عنه المجتهد وحينما يتحدثون عن حكم واقعي وظاهري فكل هذا في دائرة علم الأصول وليس في دائرة دين الله ليس هناك من مجتهد طوسي يدعي من أنه يستطيع أن يشخص الحكم بحسب الواقع المعصومي وإنما هم يشخصون الأحكام بحسب الواقع الذي اصطنعوه ضمن هذه المنظومة الشيطانية ما بين علم الرجال وعلم الكلام فعلم الكلام هو أساس علم الأصول علم أصول الفقه لا نستطيع أن نتصوره من دون أن يبنى على قواعد علم الكلام أول خطوة في علم أصول الفقه تبدأ من قواعد علم الكلام وسائر المجريات التي تعتمد نصوص السنة في القول وفي الفعل والتقرير تكون مبنية على ما ينتجه علم الرجال هذه منظومة مترابطة منظومة شيطانية واحدة علم الرجال علم الكلام علم أصول الفقه هذا هو الواقع الذي يتحرك فيه المجتهد وعملية الاجتهاد تجري هنا في هذا الواقع فينتج أحكاما واقعية وأحكاما ظاهرية ضمن هذه المنظومة وليس ضمن الواقع المعصومي ضمن واقع العلم المعصومي والتعليم المعصومي في آخر الأمر هذه ظنون بغض النظر أنها ظنون جعلها الشارع حجة بحسب ما يضحكون به على أنفسهم في الحقيقة فإن الشارع لم يجعل الظنون حجة هؤلاء المجتهدون الذين يؤسسون علم الأصول وكل مجتهد يؤسس علم أصول يخصه هذه هي الحقيقة التي تجري في الحوزة الطوسية كل مجتهد يفترض فيه وإلا فإنه ليس بمجتهد بحسب قواعد الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية كل مجتهد لا بد أن يؤسس أصوله الخاصة به ووفقا لأصوله الخاصة به يبدأ عملية الاستنباط بغض النظر هل هذا يتحقق فعلا أو لا هذا هو المفترض فهو من عند نفسه يجعل الظنون حجة فإن الله ما جعل الظنون حجة قرآنه يصرح من أن الظنون لا يمكن أن تكون حجة ولا يمكن أن تكون مصدرا لدين الله في سورة يونس في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا هذه قاعدة واضحة هؤلاء يكذبون على أنفسه يكذبون على أتباعه من أن الشارع جعل لبعض أنواع الظن حجية هم الذين جعلوا هذه الحجية لهذه الظنون هذا هو الله وهذا قرآنه إن الظن لا يغني من الحق شيئا الكلام واضح وحينما تحدث القرآن عن الظن عرفه بالألف بالألف الألف واللام هنا هي ألف ولام الحقيقة إن إن الظن إن حقيقة الظن لا يمكن أن تنفع أبدا إن الظن لا يغني من الحق شيئا الألف 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 واللام هنا ألف ولام الحقيقة فحقيقة فحقيقة الظن لا نفع فيها فكيف صار الظن حجة إن الظن لا يغني من الحق شيئا هذا في سورة يونس وفي سورة النجم في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم هذه العناوين والمصطلحات والقواعد التي جاءت فيما يسمى بعلم الرجال أو فيما يسمى بعلم الكلام أو فيما يسمى بعلم أصول الفقه هذا شيء أنتم اخترعتموه مثلما اخترع الجاهليون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هكذا عبرت سورة النجم عن هذه العناوين إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فالظن فالظن والهوى في أفق واحد في سياق واحد فكيف يكون الظن ويكون الهوى مصدرا لدين الله هل أن الله عاجز عن أن يضع لنا مصدرا حقيقيا لدينه لماذا السنة يلجأون إلى الظنون ولماذا الشيعة كذلك المجموعتان تأخذان الدين من الشيطان هذه بوابات الشيطان الظن والهوى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الهدى وهو العلم الهدى هو الحق الهدى محمد وآل محمد مصدر العلم ومصدر الحقيقة النبي يبين لنا ذلك إنه قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم حديث الثقلين عمودان يشد أحدهما الآخر ويفسر أحدهما الآخر ويعتمد أحدهما على الآخر لن يفترق ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا هذا هو العلم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فهناك الهدى هناك محمد وآل محمد هناك بيعة الغدير بمواثيقها وهناك الظن والهوى عملية الاجتهاد عملية ثابتة ونابتة في دائرة الظنون ودائرة الأهوى القرآن واضح من أن حقيقة هالظن لا يمكن أن تكون نافعة ولن تكون مصدرا من مصادر الدين فإذا كانت حقيقة الظن هكذا لا يوجد نوع من أنواع الظن يمكن أن نلبسه لباس الحجية هذه الظنون التي ألبسوها لباسها الحجية عملية تحريف وتزييف إنها عملية صناعة دين مزيف هذه هي الحقيقة من الآخر القرآن واضح وواضح جدا لا يرجعنا إلا إلى العلم إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية الثانية والثمانين بعد المئتين بعد البسملة إنها أطول آية في الكتاب آية كتابة الدين هذه هذه الآية تتحدث في شأن فتوائي فقهي في أحكام المعاملات والتجارات ماذا جاء ماذا جاء في آخرها واتقوا الله ويعلمكم الله أحكامكم لابد أن تكون مبنية مبنية على علم من الله وليس على ظنون نحن نقترح من عند أنفسنا من أنها صارت حجة لأننا نحتاجها هذا عبث عبث هذه الآية الطويلة التي تبدأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية فتاوى وأحكام في مقام المعاملات والتجارات لابد أن يكون الكلام مستندا إلى العلم وليس إلى الظنون واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم فإن كل شيء لابد أن نعود فيه إلى علم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم في سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم النصوص يعلمهم قراءتها نصوص القرآن يتلو عليهم آياته ويزكيهم عملية التزكية هي هي التي تحدثت عنها تحدثت عنها سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله هناك مقارنة ما بين التقوى وما بين تعليم الله لنا واتقوا الله ويعلمكم الله والله والله بكل شيء عليم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يعلمهم قراءة النصوص لأن قراءة النصوص حينما تكون صحيحة عملية الفهم ستكون سهلة ستكون أسهل ويزكيهم وبعد التزكية ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم نصوص كلامه فنحن ما بين نص من القرآن وما بين نص من المعصوم في زمان النبي من النبي في زمان الأئمة من الأئمة فهذا الدور يقوم به الإمام المعصوم كل إمام في زمانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا يعملون بالظنون مثلما مر علينا في سورة النجم فماذا قرأنا في سورة النجم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الحديث عن اللات والعزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَى هناك ضلال وهدى الهدى العلم والضلال الظنون والأهواء وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا يعملون بالظنون والأهواء لا مجال للعمل بالظنون القرآن أغلق هذه الأبواب القرآن يريد منا أن نحتكم إلى العلم وأن نأخذ العلم من مصادره الصحيحة القرآن واضح وواضح جدا في سورة المائدة في سورة المائدة في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المائدة يسألون يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وماذا بعد وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله هذه كلاب الصيد الكلاب السلوقية كلاب الصيد تعلم بتعليم من الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله واتقوا الله هذه التقوى التسكية حتى حينما تتحدث الآيات عن تعليم الكلاب هذا الكلب السلوقي في التعبير الشعب العراقي نسميه شلب السلوقي هذا الشلب السلوقي على منهج الحاق بخلاف مراجع النجا هذا أفضل منهم لأنه يعلم بتعليم من الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فهذه الكلاب لا بد أن تعلم بعلم وليس بظن ولا يوجد هناك ظن يكون حجة هذا عبث شيطاني بدين الله عملية الاجتهاد التي يقوم بها مجتهد النجف الطوسيون مبنية على الظنون هم يضحكون على أنفسهم من أنها ظنون جعلها الشارع حجة في أي مكان جعلها حجة هذا القرآن وتلك أحاديث العترة القرآن واضح وأحاديث العترة واضحة من أن الظنون ليست مصدرا من مصادر الدين وليست أساسا من الأسس التي تعتمد في فهم الدي الكلاب لا يكون صيدها حلالا إلا أن يكون صيدها مستندا إلى علم فكيف تكون الفتاوى في الرسائل العملية مبنية على الظنون أي منطق هذا يسألونك ماذا أحل لهم تدبروا في هذه الآية تدبروا فيها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الكلاب السلوقية لن يكون صيدها حلالا إلا أن يكون مستندا إلى علم وهي كلاب فكيف تكون فتاوى مراجع النجف وكربلاء طيبة سليمة صحيحتان وهي تستند إلى ظنون قواعد هذه الظنون جاءوا بها من سقيفة بني ساعدة مبارك عليهم ومبارك على الشيحة مبارك عليهم دينهم الذي يأخذونه من هؤلاء الطوسيين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر